واللي عز في نفسي بصراحة حزة نفسي في مبارات يعني هذا المفرض أنا مو أبتشي لأ يعني دموع تنزل من أيش في مباراتنا مع الهند خسرنا واحد صفر أتينا مبارات أفغانستان سجلنا هدف قول اللاعبين راحوا يمن المكان طبعا هذه هبة جديدة أروح حق المصورين وسوي حركات عشان يصوروني أفغانستان أحترم كبلد لكن أنت تتكلم عن أفغانستان في الرياضة أو في الكرة ما هي هي ولا شي أنا أروح أصور أنت المفروض تأخذ الكرة تروح تحطها في نقطة عشان أنت تحسس الجمهور الكويتي أن أنت محتر مضايق زعلان بعدين الجمهور الكويتي أنا بصراحة اللي أنا قاعد أشوف طبعا إحنا مختلفين بفواز إحنا لاعبين مختلفين عن الجمهور عاطفي الجمهور بحد ذاته هو عاطفي فلما يقول إي شلون نخسر من الهند إحنا رفع نخشم على الهند شلون ترفع خشمك على الهند الهند ترتيبة أمية تقريبا أنت أمية وستة وثلاثين بعيد عننا كل البعد فهو لما أنت تخسر منه هو مو شيء غريب يعني مو شيء غريب فإحنا نقول لابد ولازم نعمل لكن أنا والله يا بفواز وصار لي فترة طويلة يعني منذ سنوات ودنا نفرح ودنا دايما لما أني نسوي مقابلات ما نكون كل منتقدين 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 كل منتقدين يعني لازم نكون في أشياء أخرى شكرا